في سابقة هي الأولى من نوعها في مملكة البحرين يتم تدريب المكفوفين على تدليك الجسم بأسلوب علمي نعم فقد انطلقت هذه المبادرة لتدريب مجموعة من فاقدات البصر على هذه المهنة من قبل إحدى الاختصاصيات البحرينيات بالتعاون مع جمعية الصداقة المكفوفين التفاصيل في سياق التقرير آمنت بقدرات الكفيفات وإيقنت بأنهن قادرات على التعلم فنقلت إليهن علم التدليك من خلال شرح واف ومتقدم يعتمد على الإحساس بالدرجة الأولى لأنهن يتمتعن بحاسة لمس أقوى من أقرانهن المبصرات أحب أنا مهنة المساج طبعا درستها بالأسس علمية ثقافية حبيت أن أنا أخدم فئة المجتمع اللي هو بالأخص اللي هم فئة دول إحتياجات الخاصة وتحديدا اللي هو المكفوفين لأنهم الفئة الوحيدة اللي لا يحصن لهم المهنة اللي تناسب إحتياجاتهم فطرحت الفكرة مع أستاذ شريف المالكي على أن نحن نبدل جهد في خدمة هذه الفئة وتعاونت وياهم يمتلكن إحساسا مضعفا يوظفن أناملهن لإخراج الطاقات السلبية عبر دراسة مهنة التدليك فالمبصرة مع الكفيفة يدا بيد تساندان بعضهما من أجل الدفع بهذه الفئة من المجتمع ليكون لها عملها الخاص نحن طبقنا التمرين الحين أو طبق عليه التمرين حاليا من خلال المبصرة اللي كانت قبالي قاعدة وفعلا حسيت أن في شيء في أعصابي تغير بما أنها كانت تحرك إيدها من أسفل القدم إلى الأعلى فإحنا كمكفوفين للإحساس اللمسي يعمل عندنا بشكل مضاعف عن الإنسان السويب بما أننا فاقدين البصر فإحنا نقدر نوظف هذا الإحساس في خدمة الآخرين اتعلمت اليوم أطلع السموم اللي في الجسم والشغلة واجد مريحة وممتعة وفيها الشغلة تأمل وفيها يعني ضحل الأحصاب يكتسبن مهنة في الحياة يوظفن إحساسهن من خلالها لتفتح لهن باب رزق جديد ولكن بعيدا عن المألوف فممارسة مهنة التدليك ومساعدة الجسم على التخلص من آلامه لا تتطلب سوى الصبر الممزوج بابتسامة مشرقة فهي لا تحتاج إلى البصر لممارستها بقدر حاجتها إلى البصيرة خولة لغرينيس بمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر